اهلا بطلاب الاعزاء كتير او طلب مني على يوتيوب يا مستر كيفي كتابة براجراف او ايميل للنهذا ان شاء الله هاعلمكم ازاي تكتب براجراف موضوع انشاء او ايميل عشان نكتب براجراف في قواعد يجب ان نتباح اول حاجة الموضوع الي جيلك في الامتحان بيتكتب في وسط السطر في وسط الصفحة بالزبط واكتب الموضوع اما اكتب موضوع يا جماعة بسيف فراغ حوالي كلمة او كلمتين وابتدي اكتب جملتي الاولى لازم كتابة اول حرف كابتل يبقى عند كتابة اول جملة اول حرف كابتل اما سقول اي لايك سبورت انا احب الرياضة يبقى اي كابتل يبقى اول حاجة الموضوع في وسط السطر او وسط الصفحة بعد كده اول جملة كابتل بعد نهاية كل جملة بحط في وسط معروف في اللغة الانجليزية يا جماعة الجملة فاعل وفاعل ومفعول او فاعل وفاعل وباقي الجملة يبقى انا احب كوت القدم اقول اي لايك فوتبول ولاحظته كتبت اي كابتل ولايك بعد كده فوتبول يعي يبقى عند كتابة موضوع انشاء يا جماعة او موضوع تعبير او براجراف بسيب اسبيس فراغ وبعد كده بكتب الموضوع قلت مثلا اي ام اتيتشار اوف انجليش لو لاحظته الاي كابتل وبعد نهاية اول جملة حطت فل سطب قلت اول حرف كابتل في الجملة التانية وحطت فل سطب اي ليف انجيزة انا او عيش في الجيزة وكمل الموضوع نراحل في مرحلة بتلاقيه والعلاجة مع ترابيع او كتير جدا يجب كتابة البراجراف قطع وحدة يعني الجمل ورا بعض وليس نقاط يبقى عندك تابة براجراف نلاحظ سيب اسبيس فراغ في الاول بعد كده نهاية كل جملة بنحطه في الستوب او الحرف كابتل ونلاحظ تكون الجملة في اللغة انجليزية فاعل وفاعل وباقي الجملة ولاحظنا نكتب الجمل قطع واحدة يعني يا جماعة ما اجيب موضوع عن التدخين او موبايل فونز الموبايلات المحمولة او ريسايكلينج او زي انترنت ابتدى جمع افكاري وكلماتي زي ما في اللغة عربية بتجي تكتب مثلا موضوع تعبير بتكتب افكار هنا في اللغة الانجليزية بجمع كلمات يعني مثلا تدخين ضار اقول اه يبقى احفظ كلمة ضار اقول والله يأثر مثلا على الرئة والله لازم الوقتي الوقتي جماعة لازم ااخد ادوية ده التدخين مضر يبقى جمع كلمات واكتب موضوع انشع عليها يعني مثلا سبتي مسافة يا جماعة سموكينج is very dangerous it damages بتدمر الرئة لاحظتوا اول كل جملة حرف ونهاية كل جملة لاحطينا في الستوب افرد الكلمة على الموبايل فونز موبايلات كماعة مفيدة يبقى مثلا موبايل فونز are very important they are found everywhere they are useful in many ways modern mobile phones have cameras they also show films you can also use them to send the message يبقى هنا يا جماعة نحفظ كلمات زي important everywhere useful camera films message يبقى اجيب كلمات وافكر فيها يعني موضوع مثلا النت نشوف نفس الطريقة ايه الكلمات دي جاي عالنت احط الكلمات دي في دماغي وعلى كل طبعا كلمة اكون جملة يبقى على كل كلمة اكون جملة واكتب سبع جمل ثمان جمل عشر جمل اللي انا عاوز افرد الموضوع صعب شوية بيتكلم على the solar system نظام الشمسي يبقى انا عارف مثلا الكواكب يعني ايه عارف الكوكب اوترد يعني ايه كل الكواكب اسماء وابتدى اكون جمل عليه افرد مثلا قالك هبوز هبوز طبعا انتو عارفين سيد اشتر نقول ايه اه الهبوز دي عايشة فين في افريقيا دي بتعيش في المية ده مجموعات كتيرة يبقى انا احاول اكون كلمات وجمل يعني مثلا ايه one of the ancient or modern wonders of the world عجائب الدنيا القديمة والحديث وعجائب الدنيا زي ايه القديمة اقول مثلا اهرامات اه الحديث زي ايه مثلا مثلا برج ايفد والله برج خليفة احاول اكون جمل على الموضوع انا عارفه واكتب كلمات على قد مقدر وبعد ما اكتب الكلمات دي ابقى انا عارف الموضوع ده بيتكلم عن ايه وعلى كل كلمة اقول نكون ايه جملة ايفر الاطالة في المرحلة السنوية طبعا السنوية بيكتب موضوع مثلا معروف بيكتب موضوع لا يكلش عن تمانين كلمة يعني او ميت كلمة يعني موضوع حوالي من 13 ل 15 سطر بيبقى فيه مقدمة فيه موضوع فيه نهاية فيه مسئلة مقدمة في متى الجمال we must take into our concentration that this subject is very important one to talk about it as it believes a vital role in our life and society وابتد افكر في الموضوع واكلم عن الموضوع اللي انا عاوزة واعمل سامري كده وفي وسط الكلام الجمل اكتب مثلا the next then after that finally اللي في النهاية افرد الموضوع بيتكلم عن لعبة معينة زي سبورت افرد بيتكلم والله مثلا عن السياحة بيتكلم عن كذا ممكن اكون عليه اسئلة واجوب عليها يعني ماذا تفعل السياحة للمصر بتدخل دخل المصر لوقتي والله السياحة مثلا السياحة بيجي عن طريق 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 طبعا القطارات يبقى اكون كلمات وابتدى اتكلم عن الموضوع من الاخر بعمل حاجة اسمها عصف ذهني بجمع كل الكلمات وابتدى اكتب الموضوع كله وبنظم افكاري ومنظم افكاري ابتدى اكتب الموضوع افرد الكلم على الوزر طب الطاقس في مصر مثلا في الصماء في الصيف مثلا طب في الشتاء طب السياح بيجوا ليه عشان يشوفوا مثلا الموضوع يبقى نحاول على قد ما نقدر نجمع معلومات عن الموضوع ونبتدى نكتب عنه افرد مثلا قال اكتب عن الكاتب مشهور افيماس رايتر بقول الكاتب ده اسمه ايه ساقعت فين خال جامعة ايه جامبي يحب ايه دكتور في ايه واكتب موضوع عن الشخص ده بالظبط اكتب اني بس اسأل سؤال وجواب وفي الحالة دي ببتدى حل قالك مثلا يبقى هنا كله تنبو مستقبل نستخدم على طول معروف بيعبر عن المستقبل بسيط وفي تغيرات في كل مجال في تغيرات في كل مجال اندي مني فايند بحاول اكتب على قد مقدر يبقى سؤال وإجابة عند جماعة كتبت ايميل لازم نعرف طول مين من مين الموضوع عن اين ساعة الايميل اتياهو دوت كوم هنا نور مثلا اتياهو دوت كوم يبقى جاب لي الايميل كامل بكتبه كامل جاب لي والله الاسم بس بعد كده الموضوع وقت مقدمة لو انت في مرحلة اعدادية في جمل سهلة جدا يعني اقول ايه لكن في مرحلة سنوية بنكتب موضوع اكبر شوية مثلا اقولي ممكن الجمل دي تنفع اعدادية وسنوي الموضوع هنا اعتذار لتنفع اعدادية لتنفع اعدادية لتنفع بعض الهاتف معك في كايرو هذا لأنني لدي موضوع الموضوع ويأتي لهم أتوقع لتنفعك قريبا لتنفع الموضوع مع اعجابك موضوع يبقى الواتفنا الايميل او 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 لو أتوقعوا كامل استخدموا الهاتف ناقص لتنفعوا son أيها الطاقة لكن leveling كامل نعم او 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 سوا المشاهدة لديك اتوقع